سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا النهاردة حلقتنا النهاردة بتتضمن عدة مواضيع وقضايا إيمانية مهمة حلقتنا اللي بنقدمها لكم النهاردة هي من الحلقات اللي بنخصصها للعابرين وأسئلتهم في كل مراحل الإيمان المختلفة الحلقة هتكون بعنوان الرد على أسئلة العابرين ويمكن أهم النقاط فيها هتكون لماذا أغفر في الحلقة دي هنناقش لماذا أغفر وإيه مقاصد الله للإنسان والعابرين وتجديد المفاهيم تعريف الخطيئة المسيح والمرأة الكنعانية ويعني إذا صد الوقت الوقت هيكون متاح لأسئلتكم المباشرة لكن في البداية النهاردة عايزة أقدم لكم الحقيقة خبر هام وصار جدا لكل العابرين خاصة وللكنيسة عامة العابرين في العالم كله أعداد كبيرة وكبيرة جدا وكل يوم الرب بيضم للكنيسة أبناءه من خلفية إسلامية أنا حاسة إن إحنا كده في أيام سفر الأعمال لما كانت الكنيسة كل يوم كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة كثيرين النهاردة إحنا شايفين ده الرب بيضم إلى الكنيسة كثيرين من خلفية إسلامية لكن مع هذا الاختيار بيأتي كثير من الألم والإضطهاد والتشريد أحيانا والخبرات القاسية وضغوط نفسية كتيرة وعزلة بيشعر بيها العابرين في أحيان كتيرة وأحيانا بيشعروا إن هم وحدهم اللي بيمروا بالعزلة دي أو بيمروا بالإضطهادات دي فعلشان كده إحنا بنحتاج إن إحنا نصلي مع بعض من أجل الجسد جسد الرب كله في العالم ومن أجل الكنيسة كلها وخاصة العابرين منهم يعني أدام في الإيمان ممكن واحدة تبقى زي أنا أربعين سنة وأكتر لكن النهاردة فيه اللي شهر واليوم والخمسة والعاشرة المحتاجين إن هم يتقووا ويتسندوا بصلاتكم وصلات الكثيرين حول العالم ربي بيفكرنا إن إحنا يجب إن إحنا نقف في الثغر من أجل بعضنا البعض علشان كده قناة الحياة قامت بالاشتراك مع عدن من المنظمات العالمية بتخصيص يوم 18 نوفمبر 2020 يكون أول يوم عالمي للصلاة من أجل العابرين إحنا بنشجعكم إنكم تدخلوا على الفيسبوك المخصص للصلاة لليوم العالمي للعابرين وإنكم تشاركوا بخبراتكم وقصصكم خلينا نشوف رسالة من القص ياسر نيابة عن العابرين ونيابة عن العمل اللي بيقدم لكم 18 نوفمبر 2020 رح يكون اليوم العالمي للصلاة لأجل المؤمنين بالمسيح من خلفية إسلامية اللي هو أنا واحد أيضا منهم ونحن كتار في هذا العالم عايزين ندعيك إنك تشارك في الصلاة معنا ولأجلنا ولأجل كل المؤمنين بالمسيح وعايزين نقولك من داخل أعماب قلوبنا أنت مش وحدك أمين أنت مش لوحدك وأنت مش لوحدك وقلوبنا معاكم وتلبات صلاتكم إحنا بنرفعها أمام الرب وإحنا منكم إحنا جسد الرب معاكم بنمر بنفس الصعوبات لكن اتحادنا أمام الرب بنقوله يا رب يعني لتكن مشقتك وليأتي ملكوتك ونرفعكم في الصلاة عايزين تدخلوا على الصفحة المخصصة في الفيسبوك وتشاركوا بخبراتكم وطلبات صلاتكم وشاركوا الفكرة دي مع كناسكم علشان تتحدوا معانا في الصلاة بكلم العابرين وبكلم الكنيسة المؤمنين أولاد الرب شاركوا معانا دي فرصة لبركة كبيرة في اتحاد الجسد أمام الرب من أجل أنه عمله يكمل في وسطنا خلينا بقى نتنقل لحلقة النهاردة في الحلقة اللي فاتت احنا تكلمنا عن ردت على أسئلة كتيرة لكن كان في سؤال مركب من أحد الإخوة المغربة وهو بيسمعنا النهاردة لكن يعني وصلت تقريبا لنص السؤال والنهاردة عايزة أكمل لأن فكرته مهمة وتقديمه للفكرة بخلفيته اللي هي لسه جديدة يدوبه يعني كم شهر مخطي في الإيمان بتمثل حياة الكتير مننا فعايزة أرد على بقيت سؤاله النهاردة السؤال الأول بيقول أنا أعلم بأن الله خلق آدم وحاوى من أجل التمتع بمحباته وخلقهم على شبهه يعني صالحين ومقدسين لكي يعيشوا معه الحياة الأبدية في الجنة لكن ليه اختبرهما؟ أود أن يذهب بهما للجنة لماذا وضعهم الله في جنة مؤقتة ولماذا سمح للشيطان بدخول تلك الجنة؟ السؤال ده أنا رديت على بعض أجزاء منه في الحلقة اللي فاتت لكن أنا عايزة أننا النهاردة نركز على موضوع الجنة المؤقتة واختبار الله والكلام ده كله المرة اللي فاتت أنا أقول لكم إحنا مفهوم إنه الله خلق الإنسان صالح مقدس ويعني إزاي الإنسان أخطأ إذا كان الله خلقه بالشكل ده ده مفهوم لازم يتعدل شوي الله أعطانا الإمكانيات إن إحنا نكون قدسين زيه أعطانا الإمكانيات في الاختيار وكلمنا عن أهمية اختيار الإنسان فالإنسان اختار العكس يا إما إننا في الحياة نختار إننا نقترب من الله أو نختار إننا نبتعد عنه لما نتبع أفكارنا شهواتنا ضعفاتنا فدي كانت نقطة هنا بقيت السؤال هو بيقول إنه الجنة دي كانت مؤقتة وهو بيعتقد من فهمه إنه دي اختبار من الله يعني لو نجحوا فيه هيروحوا الجنة الأفضل أو الأكبر أو الجنة الدائمة أولا نتكلم عن مفهوم اختبار الله لنا هل الله بيجربنا تجارب قسية هل الله بيجربنا بتجارب شريرة هل الله بيختبرنا بصور معينة فيه تعديل لازم يحصل في فكرتنا عن فكرة اختبار الله للإنسان فيه عدة صور للأمر ده خلينا نشوف في الكتاب المقدس إنه الله سعاد بيسمح إنه يكون فيه تجارب للفحص وفيه تجارب للتمحيث ويعني أنا بحس إنه مش لازم أسمي دي تجربة أقدر أقول إنه الله بيفحص قلبي زي في المزمور بيقول كده اختبرني يا الله وأعرف قلبي امتحني وأعرف أفكاري ده الإنسان بيروح لربنا ويقول له يا رب دور فيي إيه اللي بيمنعني عن إني أكون قريب منك أما تقرب من الله بالشكل ده أنت بتقول له رب أنا بثق فيك علمني أكون إزاي نظيف طاهر مقدس زيك علمني أجد ما وضعته إنت فيه من إمكانيات إني أعيش حياة مقدسة الإسلام لا يقدم الفكرة دي على فكرة خالص الإنسان دائما عايش فيه معاناة بيحاول يوازن الأمور بأعمال وطرق يوصل بيها لله غير خالص اللي ربنا بيكلمنا عنها في الكتاب المقدس دائما ربنا بيكلمنا عن فحص القلب فأنا بالنسبة لي لما أفكر إنه الله بيعلمني إزاي أفحص قلبي هي مش تجربة قد ما هي بناء لي في أيضا تمحيص لأنه التمحيص بيقول إنه في الكتاب المقدس مثلا الرب بيقول إنه إحنا ساعد بنمتحن بنار علشان خاطر يصفي مننا الشوائب فده يطلع منك الشائب ويطلع منك يشيل الفاسد عشان يبقى كل ما هو صالح وكل ما هو مقدس خليني أخذ مكلمة معنا الأخ أحمد أهلا أحمد سلام المسيح أهلا أخ أحمد تفضل أنا سامعك يا أحمد أهلا بيك يا أخي تفضل نعم بعد البرنامج يعني حاضر أكلمك بعد البرنامج على طول ماشا شكرا شكرا يا يا ريت تفكروني بالتليفون لما نخلص البرنامج بيكشور أنه هو عندنا المهم فالتجارب اللي للفحص والتجارب اللي للتمحيص وفي تجارب للتأديب لأنه الإنسان ساعت بيختار أنه يمشي في طريق عكس اللي الله عايزه فربنا بيوريله بقى أنا بشوف تجربة التأديب بتبقى مختلفة شوية لأنه في أنا بختار طريق ليه عواقب بيجيب علي تبعات لاختياراتي فالتبعات دي بتعلمني أن أنا لما أبعد عن الله في حاجة هتكسرني في حاجة هتوجعني في حاجة هتقلمني بتبعدني أكتر عن الله بيحصل انشقاق لأنه الخطيئة بتفصلنا عن الله فممكن الله يسمح أنه يكون فيه تجارب قاسية بسبب اختياراتنا الله دايما عايز يحمينا يعني عارف لما يكون عندك ابن دايما بيبقى يعني الأولاد ساعات تلاقي ابن هادي قوي ويسمعك كلمة من أول مرة وابن شاي قوي فالشاي قوي ده تلاقيه دايما بيوقع ودايما بيتعور ودايما يعني يحط نفسه في ينط من حتة عالية مثلا فيتكسر ولا حاجة زي كده الأم والأب بيبقوا دايما يعنيهم على ده أكتر وبيحاولوا يحموه بقدر الإمكان لكن مش هيقدروا يحموه من كل حاجة لأنه يا دوب تتلفت كده تلاقيه نط من فوق حاجة يعني ففي عواقب لده هيتقلم الابن هي نفس الصورة دي مش معناها أنه الله بيجربنا بشر أبدا وفي أيضا تجارب لتقوية الإيمان وللتدريب وأنا بيحضر لده أنا شفت أنه مثلا المسيح وهو بيدرب التلاميذ على أنهم يخرجوا ويتلمزوا ويبشروا كان موجود لسه وأرسلهم علشان يبشروا بالكلمة وعلشان يشفوا مرضى ويقوموا بالعمل اللي هو دربهم عليه دي مش تجربة ولكنها تمرين ولكن في خلال ده واضح أنهم في حاجات ما قدروش يعملوها فكانت شقة عليهم فرجعوله رب احنا حاولنا كذا وحاولنا كذا وفي منهم رجعوا وقال يا رب احنا بإسمك أخرج نشاطين احنا عملنا كذا في منهم اللي مشي في الطريق كله وكان طريق تدريب لي لكن طريق التدريب في صعوبات الخدمة فيها صعوبات فأنت ممكن تقول أن دي تجارب الخدمة بس هي مش تجارب من الله هو ده نتيجة للحياة لو احنا عايزين نعيش حياة حية مع الله ولما أقول الله يا رب افحص قلبي ودربني وعلمني دي حاجة ما تخوفنيش لو أنا أعرف شخص الله الحقيقي لما أعرف شخص الله أعرف أنه شخص الله لا يمكن يضعني في تجربة شريرة حتى ولو كانت التجربة شكلها زي ما تجربة ابراهيم مثلا لما الله يقول بيقول الكتاب كده الله الله جرب إبراهيم وقال قدم ابنك وإبراهيم بهذا المثل وباللي فهمه عن شخص الله والثقة فالله خلته يوصل لأنه يدي مثل عن زبيحة المسيح ويكون أبو الأمة دي كلها الله مثلا سمح أنه يقع على شعب إسرائيل تجارب من شعوب أخرى بسبب خطاياهم بسبب عسيانهم ده نوع آخر من التجارب فلما ربنا بيكلمنا عن التجارب دي في منها هتلاقي هي توابع أو نتائج للي أنت عملته والاختياراتك وحتلاقي منها للتقوية للتمحيص للفحص لكده فخليني شوف أفكركم أرجع أفكركم بالآية دي في رسالة يعقوب لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشهوة إذا حبلت ثالث خطيئة والخطيئة إذا كاملت تنتج موت لا تضلوا يا أخوتي الأحباء كل عطية صالحة لازم ننتبه إنه كل عطية صالحة وكل موهبة تم هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران شاقف ولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه الآيات دي بتعلمنا إنه إحنا محبوبين لدى الله وإنه عطايا الله عايزة كل العابرين يفهمه ده حتى لو أنت في تجربة قاسية لازم تعرف أنه أنت محبوب من الله وأنه موهبة الصالحة دائما هتشيلك ودائما ودائما هتنفعك ودائما هتعينك فما تخافش في فرق بين إنك بتجرب لإنك في العالم والعالم وضع في الشرير زي ما الكتاب بيقول والعالم بيتطهدنا مش بيتطهدك أنت بالذات ولكن بيتطهد المسيح اللي فيك فتحصل تجارب قاسية لكن الله عمره ما هيكون مصدر تجارب شريرة في حياتك أبدا أو خبرات شريرة في حياتك ده الشيطان الله يمحس يؤدب يرتب أمامك شيء يعلمك ولكن لا يضعك في تجربة شريرة أيوب قال كده لأجل ذلك اسمعوا لي يا دوي القلباب حاشة لله من الشر وللقدير من الظلم لا يمكن الله يظلم أبنائه علشان كده المهم إن إحنا نعرف إزاي نغير فكرنا عن هذا الأمر بعد ما بننتقل من الإسلام نظرتنا لله مخيفة شوي يعني يعني دايما إحنا لا نأمن مكرو دايما إحنا خايفين لنكون ماشيين غلط فيروح يقع علينا ألم أو مرض أو عذاب أو كده أي عقاب لكن النهاردة أنت بتتعلم مصدر كل اللي أنت عايز تتعلمه موجود في كلمة الله وفي إعلانات الله الخاصة ليه كمان إحنا أمام إله صالح يستحق الثقة دليلك أنه جيح علشانك وفداك وأعطاك حياة أبدية بدمه غطاك بدمه أحبك حتى الموت فهل تستطيع النهاردة أنك تعطي لله هذه الثقة ما كناش بنسق في إله الإسلام لأنه مكار والصحابة قالوا إحنا لا نأمن مكرو ما ينفعش لكن داود وثق فيه ففتح قلبه فقال له امتحن قلبي اختبرني النهاردة لو أنت عايز أن الله يمتحن قلبك وأنك تشعر بالأمان مع الله المحب ياريت نقف في الحتة دي ونصلي مع بعض ونقول يا رب أنا صلي معايا كل عابر وعبرة لو بقالك مئة سنة عابر حتى صلي معايا كل يوم بنتعلم حاجة جديدة يا رب علمني كيف أفتح قلبي أمامك يا رب علمني كيف أطدع حتى تمحس أنت قلبي وتختبر محبتي لك يا رب أنا مش هخاف من أي اختبار أمر بي لأنك أنت معي عساك وعكازك يا رب بيحميني ويدلني على الطريق يا رب بستند عليك يا رب أنت فبسألك اليوم أنك تفتح قلبي وفهمي وعقلي وأضع كل ثقة فيك يا يسوع المسيح يا من فداني بدمه يا من ليس فيه تغيير ولا ظل دوران أنا بسأل يا رب اليوم أن ده يكون لحظة تغيير في ثقة جديدة بيني وبينك في اسم يسوع وصلي أمين أمين لما بتتغير ظروفنا ويعني الحياة بتبقى صعبة علينا كعبارين بنحتاج مكان الراحة والأمان عارفين عارفين أن الكتاب بيعلمنا أن الله هو مصدر كل أمان لنا الله هو ملجأ وقوة لأبناؤه فأنا بصلي النهار ده أنك تاخد الكلمة دي بقيت السؤال لو فهمنا الجزء اللي أنا تكلمت عليه ده دلوقتي هنعرف أن ربنا مش ممكن يخلقنا أو يحطنا في مكان وفي ذهنه خدعة حاشة أننا ننسب إلى الرب جهالة فما ينفعش نقول أنه الله حطنا في جنة مؤقتة عشان يختبرنا وبعدين لما ننجح في الامتحان ندخل بقى الجنة الكبيرة دي مش ممكن تلاقيها في الكتاب المقدس ده مش امتحان لأن السائل من خلفها إسلامية زي وزي كتير من اللي بيسمعونا مفهوم الجنة عندنا متل أخبط في الإسلام للجنة شكل مختلف الحور العين والأكل والشرب واللبس والغلمان المخلدون والنقاشات التي تدور الآن دلوقتي على يعني أنتوا عندوكوا حرهين للرجالة والستات هيكون عندهم إيه والكلام ده كله وخيالات الألف ليلة وليلة دي بتقول إنه الجنة مركزها أنت هتستمتع بإيه أنت قدمت إيه فهتاخد عليه إيه سواء بقى كنت فجرت نفسك في حاجة ولا عملت أعمال كتيرة ولا ربنا غير رأي وخليك تدخل الجنة إسفاجأة يعني كل المفاهيم اللي احنا بنسمعها عن إزاي نوصل للجنة وشكل الجنة إيه في الإسلام ما لهاش علاقة أبدا بفكرة الله في الإسلام الجنة ممكن يبقى مركزها أنت لكن في الكتاب المقدس وفي المسيح في الحياة المسيحية المركز هو المسيح علشان كده الكتاب بيقول عن المكان اللي هنكون فيه مع الله ملكوت الله وملكوت الله ده بيبدأ من هنا بيبدأ عندما تقبل أنت المسيح فيحيى الله فيك يبقى الروح القدس عايش فيك معاك نقبل المسيح ونحيا معه يعني من البداية هدف المؤمن هدف المسيحي أنه يحيا مع هذا الإله اللي فداه اللي أحبه اللي ربنا عايز علشان يعني علشان هذا الفداء قدم علشان نرجع تاني لمقصد الله القصلي أننا نكون معاه فهناك حياة حقيقية مع الله ما احناش هنبقى أرواح مثلا فلوتين كده يعني طيرين من غير هدف أو من غير عقل أو من غير فهم لا هيبقى فيه وعي برضو في أدلة كتيرة في الكتاب المقدس بتقول أنه مع المسيح في في ملكوت السامة هيكون فيه وعي هنبقى عارفين بعض الله حيمسح كل دمعة حنتكلم حنتشارك ولكن المركز المسيح علشان كده المؤمنين في الصلاة بيقولوا ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض الحياة الأبدية اللي مع الله هي دي الحياة الحقيقية المسيح قال أنا ذاهب لأعد لكم مكان الله بيعد لنا مكان ليه شكل لكن الشكل واللي حيكون فيه مش مهم أوي بالنسبة لي أنا كمؤمنة هقول لكم بمنتهى الأمانة لأن كل مشتهية أني أكون مع المسيح كل ما يعد لنا مركزه المسيح إن إحنا نرى مجده ونقترب منه ونقترب من الله من خلاله ونعود لما خلقنا له الشبع الحقيقي إنه المسيح يكون هو كفايتنا ومشتهانة عارفين الكلام ده تقدر تفهمه لما تفهم قد إيه ربنا حبك لدرجة إنه يرسل ابنه الوحيد ويقدمه فداء لك حتى تكون لك حياة أبادية معه فتقدر تفهم إنه ده يعني أكتر حاجة ممكن تشتهيها لما تجيله بقراتك لما تختار إنك تعيش معه فملكوت السماء يختلف عن الجنة الإسلامية بالكامل أتمنى إنه يكون ده رد على سؤالك ولو فيه أي أسئلة تانية يعني كمل تكتبلي إحنا مازلنا في حوار فيه سؤال تاني بقى هو العابر من خلفية إسلامية السؤال ده بيقول أنا متعود إن حياتي كلها حسنات وسيئات وبحكي سبحان الله وبحمده وأنت بتحكي سبحان الله وبحمده فيعطيك قصر بالجنة أو شيء من هذا القبيل الشخص العابر كيف يقدر يفهم المقابل لهاي المفاهيم في المسيحية هذا العابر هو أيضا عابر جديد من سنوات قريبة وهو من سوريا فالمفهوم اللي هو بيقدمه ده مفهوم إحنا فهمينه كويس قوي كمسلمين وأحيانا طبيعة الإنسان أيضا بتخلينا نفتكر إن إحنا نعطي الله شيء فيدينا شيء فحتى يعني لو أنت مسيحي النهاردة وبتسمعني عايزة تفهم إنه ما فيش حاجة أنت تقدر تديها لله هتخليك تكسب حاجة يعني لكن خلينا نفسص الحتة دي شوية الشخص العابر لازم يغير فكره زي ما قلت لكم إحنا بنغير مفاهيم أصولها في الكتاب المقدس تختلف تماما عن معرفنا في الإسلام الإسلام بيعلم مثلا إن الحسنات يذهبنا السيئات وكمان المثل اللي ادهولنا أخونا ده مثلا عن إنك تجمع حسنات مثلا لما تقول سبحان الله وبحمده وتقعد بقى تعد على الصوابع وكده ففي اللي يقولك تاخد أصر في الجنة وفي اللي يقولك ده يشيل عنك مش عارفة سيئات قد إيه وده يحميك من إيه وده يحميك من الحسد وهكذا فعمل الإنسان ترديد شيء قرية القرآن زيارة مش عارف إيه دائما هناك عمل مرتبط بزيادة حسنات أو جمع حسنات يعني نقط عشان ترفعك ده ممكن يعني عمل الإنسان الكتاب بيتكلم عن عمل الإنسان يمكن إنك تقارن في شبه بسيط إنه دي حاجات أنت بتعملها علشان تجمع بيها فضل عند الله أو حسنات عند الله عشان تحميك من النار لكن في الكتاب المقدس الكتاب المقدس بيتكلم عن الأعمال بشكل مختلف جدا هل الإنسان يقدر يعيش من غير ما يعمل عمل صالح أو لازم يعني هل مش مهم قوي العمل الصالح في حياة المؤمنين لا طبعا الكتاب بيتكلم عن العمل حياة الإنسان عموما بصورة مختلفة كتاب بيعلمنا اسمع كويس إنه الأعمال كل حاجة في حياتك يجب إنها تكون نتيجة لتغيير الله ليك فالمسألة مش عمل أنت بتعمله يعني أنا هشيل الألم ده من هنا عشان هو وقف في سكة حد يعني مثلا في الإسلام كان يقول لك إيه إماطة الأزة عن الطريق فواحد شاف حتة إزازة مكسورة فيشيلها ويحطها هنا نقطة عشرة whatever لا مش هو ده هو عملها عشان يشيل الأزة عن حد فياخد حسنا لكن الكتاب المقدس بيعلمك إنه أنت يجب إنك تقدم نفسك في كل شيء يعني يتقدم نفسك لخدمة الحواليك والخدمة الله في كل شيء لمجد الله في كل شيء زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت إنه إحنا بنعيش لمجد الله في كل شيء في اللي بنكله في اللي بنشربه في اللي بنتكلمه في اللي بنقوله بالزبط كده إزاي ده إزاي ده بقى يتحول لإنك تبقى عايش غير مركز على شخصك إنت ولكن على فكرة الله ده بتدريب الله وتنبيه الله لقلبك ولروحك كتاب بيقول إنه إحنا يجب إن إحنا نولد ميلاد جديد قبولك للمسيح بيديلك حياة جديدة أما المسيح تقابل مع أحد الأشخاص وقال له طب أنا يعني أدخل ملكوت إزاي ملكوت الله إزاي فقال له يجب إنك تولد من فوق فقال له طب أنا يعني يعني حدخل بطنومي تاني وارجع فالمسيح كان بيتكلم المسيح قال له لأ من روح الله لما الله يكون عايش فيك وتقبل الله في حياتك أنت هتكون شخص جديد كتاب بيقول إنه لما بنقبل الله وبنتوب عن خطيانا بيقول كده إنه الأشياء العطيقة قد مضت وده الكل قد صار جديدة عندك فرصة إنك تبقى جديد لإنه المسيح عايش جواك فبينبه حسيسك لإنه اللي فات الخطايا بتاعت اللي فات العيشة بالشهوات مختلفة ما بتبقاش عايزها بتبقى عايز ما يقربك بالله كل عمل يعمل في حياة المؤمن الجديد لازم يكون لمجد الله مش لي مركزه مجد الله مش أنت ولكن أيضاً يجب أن ينبع من تغيير قلب حقيقي في مثلاً الآية اللي بتقول إيه من فضلة القلب يتكلم اللسان لما يكون قلبك نظيف وفي سلام مع الله كل ما سيخرج من فمك حيكون نظيف وفي سلام مع الله في حاجة أنا بلاحظها أنه كتير من الإخوة المسيحيين عابرين بقى ومش عابرين المسيحيين عموماً ما بينتهبهوش هم إزاي بيتكلموا بصيغة وصورة كلام العالم فممكن كلامه يبقى مليان لعنات أو كلامها يبقى مليان حلفان أو كلام غليز أو ممكن يكون كلام مؤذي للآخرين وهو بيمثل صورة المسيح وبيتكلم بصورة لا تمثل المسيح يبقى فيه تناقض مش ممكن اللي قدامك يشوف الله فيك فلازم نعيش بزهن صاحي فأما يبقى علشان تحقق الآية الحية تتحقق فيك فلازم تقول إنه قلبي لازم يكون مليان بالمسيح فالله هيخرج لازم يمجد المسيح خلينا نقرأ إزاي في يعقوب يتكلم عن الإيمان والأعمال فبيقول كده ما المنفع يا أخواتي إن قال أحد أن له إيمان ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصه إن كان أخ وأخت عريانان ومعتزين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم امضي بسلام استدفئة واشبع ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفع أنا عايزة أقول في الحتة دي قبل ما أكمل الآية الآية دي مش بتقول إن الإيمان لا يخلص لكن الآية دي بتقول إن الإيمان المزيف لا يخلص الإيمان الذي لا يعمل في قلبك فيغيرك لا يخلص لأنك لو أمنت بالمسيح ولو أعطيت حياتك للمسيح ستعمل عمله وترى بعينه وتعيش لمجده فيكون عندك شفقة على الآخرين فيعلمك لكن إحنا دايما في الحياة العملية اللي بنعيشها النهاردة بنعيش عشان نحمي نفسنا الكلام ده الكتاب مش بيتكلم عن واحد شحات أنت شفته في الشارع لا الكلام ده لو طبقناه عملياً في حياتنا هتلاقيك بتعمل كده مع صاحبك اللي في الشغل اللي محتاج إنك تسمعه أو أختك مثلاً جارتك اللي عندها مشكلة ومحتاجة حد يقف جنبها أو يسندها أو يبعط لها أكلة أو بس إذا كان كل ما يعمل يعمل لمجد اسم المسيح هيكون ده له ثمر في قلبك فهنا بيتكلم عن الإيمان الذي لا يمكن إنه يخلصك لو كان مش مرتبط بالله لأنه كتير مننا بنقول إحنا قبلنا المسيح علشان خطي خطوة عشان عدي لكن إن لم تعيش المسيح مش هتعدي إن لم يغيرك المسيح فأنت لست ابنه هيجي في الآخر ويقول لك كده يعني أنا إنتم أخرجتم شياطين عملتم أي حاجة بإسمي لكن أنا معرفش معرفكوش كي خلينا نكمل الآية فهو هنا بيقول إنه لازم يكون في حاجة تقدره تدوها فيزيكلي للناس يعني عملية وبعدين بيقول هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال فهو ميت في ذاته الإيمان بدون أعمال ميت لأنه النتيجة الطبيعية للإيمان العامل إنه يكون له ثمار في حياتك لكن يقول القائل أنت لك إيمان وأنا ليه أعمال فأنا بقول لك كده أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالك إيماني إيماني إن المسيح الذي غيرني يجعلني سند لأخوتي حسب قدراته وليس حسب قدرتي إيماني إنه لو أعطيت آخر حاجة في إيدي أو آخر حاجة في بيتي الله سيملأ ويعود ويغير ويشبع ده الإيمان بالحياة المعجزية اللي بنعيشها مع إله صانع معجزات اللي بيشيلك من المركز ويضع المسيح في المركز أنت تؤمن أن الله واحد حسناً تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت يجب أن نحن نقف هنا ونفكر في الأمر ده كويس لو كانت أعمالك مش نبع من إيمان مركزه المسيح لازم تقف وتسأل نفسك دايماً في الرد على كل سؤال بيسأله أي حد عابر أو غير عاجب عابر يجب أن إحنا في الرد على هذا السؤال نجد ما يقربنا أكتر من قلب المسيح الرد على سؤال أخونا العابر أنه المسألة مش حسنات وسيئات الله مش حسيبها كده بالنسبة لنا لكن مفيش عمل يمكنه أن يضيف خلاص لك فوق دم المسيح مفيش أعمال تقدر تقدمها لالله هو محتاجها هو قدم العمل وعطهولك مجانية المسيح دمه هو الكفاية لكل احتياجاتك لكن الأعمال الناتجة عن الإيمان الذي يغير تقول اسمع كويس أنك تتغير كل يوم إلى تلك الصورة عينها اللي هي صورة المسيح هل الأعمال مهمة أيها الأعمال مهمة بس تأكد إنها مش لك هي نتيجة لصوت الله بواك لعمل الله فيك للحياة اللي بتحياها مع الله الذي يغير قلبك على فكرة كل الأعمال اللي بنعملها علشان نساعد الآخرين لو أنت عايش مع الله هتبقى مخالفة تماما لطبيعتك هتبقى هتبقى عارف أنا لو قبل المسيح ما كنتش عملت كده لو قبل المسيح ما كنتش عملت كده عايز أقول كمان إنه المسألة مش بكتر العمل بل بهدف العمل هدف العمل هو قلب الله المسيح هو أن نقود الجميع إلى الله فالمؤمن دايما عمل كده ما تبصي ليش بص للمسيح اللي أمامي فكر افتكر كده وانت بتتكلم عن نفسك طول ما انت قاعد وانت بتتكلمي عن نفسك أنا 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 المؤمن تنتهي من حياته الأنا ويكون المركز هو المسيح السؤال الثالث السؤال الثالث بقى بيقول وكيف يعبر العابر شو يعني وكيف يعرف العابر شو يعني الخطيئة بعد تضحية المسيح وشو العاقبة وتبعتها بعد تضحية المسيح كفارة لزنوبنا تكميل السؤالي بيكون عن تعريف الزنب والخطيئة للمؤمن بالمسيح الذي لا يزال يخطئ في أمور مثل كذب أبيض أو مرة يحكي عن شخص من ورى دهره يعني مش قصدي قتل أو حاجة زي كده قد إيه هذه الخطايا سيئة وإيش هو مفهوم خطايا مثل هيك في حياة العابر طبعا السؤال ده أنا حطيته زي ما هو علشان تعرف وتعرفي إنه مش أنتو الوحدة كله بتفكروا كده كلنا لما جينا في أول الإيمان ما كناش عارفين يعني إيه خطيئة الإسلام لا يعرف معنى حقيقي للخطيئة لكن كمان إحنا عبرنا ودخلنا قابلنا المسيح ولنولنا مغفرة لخطيئنا فإيه موقف الخطيئة بعد كده بقى هيحصل لنا إيه ده سؤال كويس وبعدين الدرجات بقى في الخطيئة والزنوب كده ببيض كده سود أتكلم على حد من ورى ظهره مش قصدي قتل ولا أي حاجة شايفين يقولك مش قصدي قتل ولا أي حاجة فهو يعني إيه فيه مقييس أنا قتلت ولا أنا كذبت وقد إيه الخطيئة دي سيئة أو مش سيئة إيه هو مفهوم الخطيئة معنى الخطيئة خليني أقول تعبير كده عن معنى الخطيئة الخطيئة أنك تخطئ الهدف إن كان الهدف هو أنك تكون مع الله أو فيه سلام مع الله فكل ما هو عكس هذا الاتجاه أو عكس قداسة الله هو خطيئة ونتكتو إننا في الاتجاه المعاكس لله هقولها تاني الخطيئة هو إنك تخطئ الهدف يعني لو أنت عندك هدف لو أنت بتضرب بسهم مثلا ورميت السهم وطلع السهم بره لعلامة الحمراء واللابيض واللسود دي راح الناحية التاني لكن الهدف هو النقطة الحمراء دي أنت عايز توصل لهذا الهدف أو إنك رايح مشوار وعايز توصل لهذا المكان لكن ركبت تاكسي خدك في حتة تانية رحت بدل ما تروح شبرة رحت أسيوت دي الخطيئة توديك أسيوت ونت عايز تروح شبرة إنت تخطئ الهدف بس إيه هو الهدف ده المهم الهدف إن إحنا نكون فيه سلام مع الله نكون فيه معية الله دايما هل في حاجات تفصلنا عن الله؟ طبعا الله بيفصل نفسه عن الخطيئة الله نور والخطيئة ظلمة لأنه الخطيئة بتاخدك في مكان الشيطان عايز يضعك فيه فبعيد عن الله بصوا مفهوم إنه الشيطان بيحاربنا وعايز يوقعنا في الغلط وكده ساعت يعني فيه مفهوم أسطوري شوية للموضوع ده لكن الهدف من اللي بيعمله الشيطان إنه عايز يقلل أي شيء يعطي لله مجد هو عارف إنه خسران فلما إحنا بنمجد الله في حياتنا بيضغاز إنه ده بيزيد معرفة الناس بمجد الله فالشيطان دايماً عايز يحاربنا في الحتة دي يعني تقدر تفسرها بأساليب أخرى مثل أنا بحاولة بصطها لكم هدف الشيطان مش أنت في شخصك لكن هدف الشيطان إنه يحارب الله في الناس اللي بيحبهم فالخطية هي كل شيء تختاره يبعدك عن الله يوديك في الاتجاه المعاكس عكس قداسة الله أي حاجة عكس قداسة الله هي خطية فلو فكرت أنا لما أجذب ده بيبعدني عن الله طبعاً بيبعدك عن الله لكن هل ده لو اللي كذب واللي قتل أنا هبعد خطوتين لو كذبت وعشرة لو قتلت لا الخطية هي خطية لكن العقوبات بقى والعقوبات بتاعت الخطية بعد كده اللي بتقع عليك أنت أسوأ كتير طبعاً لأنه القاتل مثلاً فيه ألمها تقع على ناس آخرين يعني فيه بعض النوع من الدرجات لكن في الأصل الخطية تفسلك عن الله يعني وده كفاية عشان كده نساعات ما بيحب بيش عود أتكلم على درجات الخطية لأنه أي شيء في مفهومه الأصلي وفي مصدره الأساسي يفصلني على الله أنا مش عايزها لكن أخونا هنا بيسأل عن ماذا عن الخطية بعد أن قابلنا المسيح المسلمين بيتهمونا أننا بنخطئ محتمين بفداء المسيح يعني إيه المفهوم كده أنت آه ما أنت أصلك عايز تبقى مسيح عشان تغلط زي ما أنت عايز وتقول أصلاً المسيح خلصني طبعاً ده كدب على الله بكل تأكيد ده كدب على الله خلينا نشوف روميا 6 بيقول كده فلماذا فماذا إذن أنخطئ لأننا لسنا تحت النموذ بل تحت النعمة حاشا بولس الرسول بيقول أنتو فاكرين يعني عشان أنتو الله أنعم عليكم وعطاكم الفداء المجاني وخلصكم وعملكم إنسان جديد فأنت تقول أنا أصلي هأعمل الغلط وبعدين أقوله سور يا رب مثلاً لا حاشا لأنه الخطيئة وهي يعني أما تكون بإصرار إنك تعملها ضد الله تجرح قلب الله وتبعدك وتأسي قلبك وده مش ممكن يكون حاجة ربنا عايزها في حياة المؤمنين فحاشا لنا إن إحنا نقول إنه بما إننا تحت النعمة بقى نقعد بقى يعني زي ما يقوله في مصر يقولك كده أنت تقعد بقى وتبرطع زي ما أنت عايز لا طبعاً بالعكس العكس تماماً الإنسان اللي غيروا المسيح وغفر كل خطيات بيحصلوا إيه؟ التطهير ده بيحسسك بروح الله اللي فيك وبيصحي ضميرك وبيصحي قلبك واقترابك من الله بيخلي قلبك يبقى مشتاء أكتر إنك تشبع من النعمة دي كل يوم وتنمو في النعمة دي إذا الإحساس ده مش عندك يبقى فيه حاجة في مفهومك عايزة تتغير يبقى فيه شيء لازم تتوب عليه عنه لكن هل بنخطئ؟ وإحنا ماشيين طبعاً بنخطئ لكن روح الله اللي فينا بقى بيقوم بالعمل اللي ربنا قال لنا عليه إنه ينبهنا ويحذرنا من كل خطيات فلما ألاقي نفسي كذبت إنه بعد الإيمان في الأول تلاقي نفسك كده يعني بالعادة ترد على التليفون لا معلش أستانا عندي ديوف مش هقدر أخرج وانت ما عندكش ديوف ولا أي حاجة فييجي يروح الله يقول لك يا بنتي يعني الحق حيحرارك لازم تتوبى عندها فتلاقي نفسك بتتصيب صحبتك وتقول لها أنا أسفة روح ربنا بكتني أنا تعبانة مش عايزة أخرج أو أنا زعلانة من حاجة فيعلمك إنك تفحصي قلبك وتتوبى أمامه واحدة مرة على مرة الله ينبهنا قبل ما نفتح بقنا بقى لأنه الله عايزة تبقى أمين في كل شيء عارف المسألة إنه يعني إحنا لما بنبقى أمناء أمام الله ومع الله الناس بتشوف ده فده بينعيكس على الله فيسقوا في الكلمة اللي إحنا بنقدمها عن الكتاب يسقوا في تغيير الله اللي عملوا فينا علشان لما يشوفونا وإحنا عايشين في سلام مع الله يشوفونا ويسألوا عن سبب الرجاء اللي فينا المسيح لكن في نقطة تانية مهمة بتحصل لما بنتغير لما بنقبل المسيح في حياتنا شوفو في روميا 6 برضو بيقول كده علمين هذا أن إنساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيئة كي لا نعود نستعبد أيضا للخطيئة لأن الذي مات قد تبرأ من الخطيئة فإن كنا قد موتنا مع المسيح نؤمن أننا سنحية أيضا معه عارفين يعني إيه موتنا مع المسيح ده شيء ما بنتكلمش عنه كتير الذات اللي جوانا هي اللي بتخلينا نبقى عايزين نحمي نفسنا إذا كان بالكد إذا كان بإن إحنا مثلا نحلي نفسنا في عينين حد علشان ناخد حاجة أفضل أو مركز أفضل اللي تخليني أبقى عايزة أخد أنا المقام الأول في المكان اللي أنا فيه اللي يخليني أبقى عايزة أقدم نفسي على أخواتي ده الزيت اللي أنا اللي بتخليني ممكن أعمل حاجة أبقى عارفة إن المسيح مش موافق عليها وتبقى خطية في حياتي أقول معلش يعني أصلا أنا عايزة أنقذ نفسي في الموقف ده ده الزيت علشان كده لما بنقبل المسيح اللي الكتاب يقول إنه أخلى نفسه أخذن سورة عبد وجه وصلب من أجلنا وقدم لنا هذا الفداء فأنا كمان بموت عن طبيعتي الإنسانية الفاسدة اللي المسيح فداها على الصليب دي وأعطاني طبيعة جديدة تبقى شابه ده مش هتلاقي نفسك كده فجأة ده حصل لأ ده خطوة خطوة لما تلاقي نفسك عملت حاجة أنت كنت المركز فيها ما قدمتش مثلا حد من إخواتك أو ما قدمتش الله بصورة صح فيها هتلاقي نفسك بترجع وتقعد قدام ربنا وتتوب وتقولوا رب علمني طب غيرني كتاب دائما بيتكلم عن إنه إذا في مثل إذا حطيت بذرة في الأرض وزرعتها والبذرة دي إذا ما ماتتش اتفتحت كده وماتت البذرة نفسها يطلع منها بقى النبتة لما البذرة دي تتفتح وتتكسر كده وتموت تتفنها زي الجسد جسدنا وشخصيتنا وذاتنا تتفن مع المسيح فيقوم المسيح الحي فينا نحيا من خلاله تدريب أيوة تدريب فهم لمعنى الحياة الروحية اللي إحنا بنقرأه بس كلام في الكتاب كده لازم هذا الفهم ينتقل من الفهم اللي هنا إلى حياة بالقلب إزاي ده بيحصل؟ كل يوم على ركبك مع الله وكل يوم تتوب لما تخطئ المؤمن بيخطئ كل يوم كل يوم لكن روح الله اللي بينبهك يقول لك توب الآن فتقدم توبة عايز أقول لكم حاجة ساعات يعني من يومين أنا كنت بتمشى كده وبعالين لقيت نفسي بكرر نفس الخطيئة يعني بكرر نفس الفكر فقولت له يا رب أنا يعني أنا أسفة أنا حاسة أن أنا زهقتك كتبت عن الخطيئة دي تسعين مرة فكري بياخدني لإني أفكر في حاجة عكس تجاه لإني إنسانة أوكي لكن حسيت أن أنا يعني أنا بكل الاحترام بقول حسيت أنه ممكن أنا زهقت ربا لكن افتكرت أن الله محبته اللي بتقول أنا كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنكم خطيئكم أو خطيئكم لأعود أذكرها لما أقول يا رب أنا بقلب أمين أنا أسفة أنا أخطأت غير طبيعتي بيشيلها لأنه مش زي هو قدوس هو قادر هو عنده القدرة أنه يشوف أبعد من ضعفي فأنا بقول لك النهاردة لو عندك خطيئة بتتكرر كل يوم الله عنده القدرة أنه يشوف أبعد من ضعفك الأب هو بيربي أولاده والأمه هي بتربي بناتها وولادها تبص كده وتقول ده هيبقى فنان وده هيبقى أستاذ ودي هتبقى مدرسة بتشوف الأبعد وهم لسه يدوب في ابتدائي بتشوف المواهب بتاعتهم هتنموا لفين الله بيبص لك كده كمان اللي في قلبه ليك هو شايفه وعايز يوصلك ليه ما تحاربش في السكة كون طايع لازم أما الكتاب بيقول أنه إحنا نسعى للهدف الهدف هو المسيح والهدف أنه أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه أتمنى أنه يكون ده أتجاوب على الأسئلة بتاعة أخونا اللي من سوريا العاب اللي من سوريا أعتقد أنه الحاجة الأخيرة اللي هقدر أتكلم عنه النهار ده هي لماذا نغفر موضوع الغفران ده موضوع كبير لكن يعني هحاول أنه أنا ألخصه في نقط بسيطة بس خليني أخذ أعتقد أنه كان فيه طلبة صلة لو موجودة رجعوها اللي تاني أنا مش شايفها المهم موضوع الغفران كنت عايزة كمان قبل قبل ما أوصل لموضوع الغفران عايزة أقراركم الآية دي من بوتروس الأولى الصحاح الخامس بيقول كده اصحوا واصهروا للنبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه فقوموا راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الألام تجري على أخوتكم الذين في العالم اوعى تفتكر أن الحياة مع المسيح مش هيكون فيها حروب فيها حروب وهتكعبل وتقع بس أعرف أنه العادو بحربك لكن أنت ابن الله أنت فياد الله ارتكز على هذه المحبة خليني أروح لموضوع الغفران مرة تانية في قصة في متة 18 في متة 18 بيقول كده الكتاب أنه بوترس راح للمسيح وسأله يا رب كم مرة يخطئ إليه أخي وأنا أغفر له هل إلى سبع مرات قال له يوسع لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة ألاف وزنة وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ليوفي الدين فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تماهل علي فأوفيك الجميع فتحند سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين ولما خرج ذلك العبد وجد واحد من العبيد رفقاءه كان مديون له بمئة دنار فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا أو فيني ما لي عليك فخر العبد رفيقه على قدمه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع فلم يرد بلمضى وألقاه في سجن حتى يفيد فلما رأى العبيد رفقاءه ما كان حزنه جدا وقته وقصه على سيدهم كل ما جرى في الآخر بيقول كده أنه يعني السيد غضب وألقى هذا العبد الشرير قال له أنت عبد شرير أنت ما افتكرتش أن أنا غفرت لك الكثير عايز أقول فضل شرير دي تين تلاتة أنا عايز أقول أنه الغفران أمر صعب لكن الغفران يصلح قلبي أولا لأن تمسكي بإزاي الناس أزوني بيتعبني أنا تفضل الفكرة تلف في دماغي أنا لكن لو ارتكست على أني ذاتي صلبت مع المسيح في اللي قلنا الأول وأنه المسيح فداني وقدم لي غفران شال عني دين كنت حهلك فيه للأبد وأعطاني حياة جديدة كيف لا أنظر بي يعني لإخواتي بعين من الرحمة لأن من يخطئ إلي بيرتكب خطايا في حق الله فأنا كخطية الله غفر لي عرفة المكان الأسود الشرير اللي كنت فيه وقد إيه ربنا غفر لي فلما تبص لأخوك اللي غلط فيك ولا أختك اللي غلطت فيك ولا ساعات أنا ساعات بسمع حاجات في الكنيس يعني دي أختي بس ما بكلمهاش أنا مش موافقة على اللي بتعمله أصلها غلطت فيا يا للتفاهة يا للألم كيف ينظر لنا المسيح إن إحنا مش قادرين ننظر بعين المحبة والغفران بعضنا البعض عايز أقول إنه عدم الغفران بيولد مرارة داخلية بتقتل شعور الإنسان وفهمه ووعيه بحضور الله في حياته فلما تلاقي نفسك مش حسة بحضور الله توبي قدمي الغفران الغفران صعب لكن المعين في هذا الطريق هو الله نفسه زي بالظبط لما الإنسان اللي كان طالب إنه الله المسيح يشفي ابني قال له أتؤمن قال له يعني يا رب أعن ضعف إيماني أؤمن يا سيد أعن ضعف إيماني يقول له يا رب أعن ضعف إيماني إني أقدر أغفر والله يعينك لو بدأنا الحياة مع الله بالغفران الله هيدي لقلبك رؤية جديدة شفاء جديد شبع جديد بحضوره وربنا يبني من خلالكم جسور لناس كتير تعرفهم أتمنى أن الحلقة دي أكون قدمت لكم فيها إجابات تقربكم من شخص الله هو ده الهدف في كل ما نفعل يجب أن نقترب من شخص الله في كل ما نقول يجب أن نقترب من شخص الله كل المحبة لكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج المرأة المسلمة ترجمة نانسي قنقر